كابتن ياسر نبيب طبعاً شهير ببيبه كرة اليد نظراً لمهارته الفائقة واصلوبه الفريد في مرسيته اللعبة كرة اليد وكان بيشغل مركز الكليميكر اللي هو السينتر هوب وطبعاً هو أخونا الكبير ومن جيل العماليقة في كرة اليد وحاصل على أمم أفريقيا في مصر 91 ومن الأجيال اللي تأسس على اتباعاً لها بقى الأجيال بقى اللي شرفت مصر في بطولات العالم كابتن ياسر نبيب على المستوى الشخصي أخونا الكبير ودايماً بنقتضي به في كل السلوكيات وخاصة الناحية الأخلاقية كابتن ياسر نبيب ليه تاريخ كبير جداً مع النادي الأهل ومنتخب مصر طبعاً لا تسعفني الزاكرة أن أنا أعمل حصر للبطولات ولكن هو طبعاً قيمة كبيرة جداً وأنا شخصياً سعيد جداً أن أنا شغال مع كابتن ياسر نبيب بصفة رئيس جهاز كرة اليد في النادي هو كابتن ياسر طبعاً بعد ما بطل تدريب أعتقد 97 أو 98 اشتغل مدرب عام مع كابتن جمال شمس الله يرحمه وأنا كنت أحد أفراد الفريق في الوقت ده اشتغل معاه لمدة سنة مدرب عام ثم مدرب لفريق موليد 84 بالنادي الأهلي ثم انتقل بقى لمنتخب مصر اشتغل مدرب لمنتخبات مصر تقريباً 3 أو 4 سنين ثم توجه لدولة الإمارات الشقيقة اشتغل في اللجنة الأولمبية فترة ثم سكرتير الاتحاد الإماراتي لكرة اليد ومن هنا بتهيالي كابتن ياسر نبيب نقل بقى من كادر فني إلى كادر إداري وأعتقد أنه عنده خبرة في الناحية الإدارية فوق 10-15 سنة وما يميز ياسر نبيب نحية الإدارية أنه متطور جداً وبيواكب العصر من ناحية التطور التكنولوجي وده اللي احنا شغالين به الموسم ده الحمد لله طبعاً بشكره على اختياري كأحد أفراد الجهاز ثانياً أحب بس أضيف حاجة أن الموسم اللي فات كان موسم استثنائي بالنسبة الكورتي اليد في النادي الأهلي من حصد البطولات في قطاع النشئين والنشئات وكمان الدرجة الأولى رجال وشاهدات بحب أقول له مجيد من الجهد يا كابتن ناشر أتمنى لك التوفيق في الفترة اللي جاي هو بقى مش موسم استثنائي انت عودتوا الناس والممور انك تحققوا كل البطولات السنة دي أو الموسم اللي فات ده عملتوا حاجة مفيش أحلى من كده بس النادي اللي ما عندهش استثنائي ولا أنت شايف إيه هو يمكن استثنائي عشان بقى لنا فترة ما حدناش كم البطولات ده اه الكامب الكبير ده لكن احنا متعودين طبعا كنادي أهلي متعودين على الكم البطولات متعودين على كده متعودين على كده ده وكرت اليد دلوقتي دخلت في صطف الكرة القدم وعلى مستوى العلم مش على مستوى مصر بس بالزبط طبعا ده كل دوت نتاج للإدارة متميزة تطور في نظم الإدارة والتدريب والعناصر الموجودة والبحث دايما عن الأفضل فهو ده فكرنا اللي احنا مستمرين به هل المجلس دره بيوفرلك كل المناخ الكويس اللي خليك تقدر تشتغل وتبرز كل اللي عندك؟ من أول لحظة كابتون صح؟ من أول لحظة؟ اه يعني أنا من يوم أنا يمكن أنا أنا دخلت قبل العودي نعم يعني أنا عادت مع كابتن محمود قبل العودي وتوليت المنصب بتاع رئاسة الجهاز كان لسه كابتن خلد مجاش من أول لحظة قال لي شوف أنت عايز إيه؟ أنا عايز الهندبول ترجح ومش عايز مجاملات بس خلاص اشتغل زي ما أنت عايز وعندين هيبقى حسابك معايا قلتوا له كابتن كده يعني انت حضتنا حط لي الصح لا أنا صح ما هو ده كده؟ يعني الواحد يعني أنا هجامل على حساب لا عيب تاني أنا يعني وانت لو أنت حاسب طيب انت شاف إن الملاعب دلوقتي متجاهزة إنها تساعد تطلع مواهب وتطلع نشيئين وتوفر لك التفكير بتاعك بقى في الفني سواء الخططي أو البدني أو الكلام ده كله بس قبل ما تجاوب هناخد فاصل ونواصل حلقة الليلة من المجال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر